أهلا بكم من جديد النهاردة هنتكلم عن غرامة التأخر عن سداد الضريبة العقارية إيه تفاصيل القرار ده؟ أشرف شلبي وكيل وزارة المالية للضرائب العقارية قال إن الضريبة العقارية دي هيتم تطبيقها على المالك والمنتفع بحد أدنى 2 مليون جنيه وبنسبة 10% طيب الدرائب دي هتتفرد على إيه؟ هيتم سداد الضريبة العقارية على الشقق والعقارات أو غيرها وهيكون سعر الشقة دي أو العقار ما يقلش عن 2 مليون جنيه وده بنسبة 10% وطبعا في مراعاة لغير القادرين في سؤال يعني مهم جدا وناس كتير بتسأل عنه هو إيه وضع المستأجر؟ المستأجر مفيش عليه أي ضريبة عقارية وكمان أشرف شلبي وكيل وزارة المالية أكد كمان إنه باقي يومين فقط على انتهاء موعد سداد القسط الأول من الضريبة العقارية وإنه مفيش إقبال تماما على سداد القسط الأول وياريت الناس تبتدي ناة توجه؟ طيب المهلة اللي منحوها للمتأخرين عن سداد الضريبة العقارية قد إيه؟ شهر واحد هي المهلة الممنوحة للناس اللي لم تسدد القسط الأول وبعد انتهاء المهلة المحددة هيتم توقيع غرامة على المتأخرين وهي فائدة البنك المركزي اللي بتصل 2% يعني ياريت الناس اللي ما دفعوش القسط الأول يبتدوا يتوجهوا لمنافذ اللي بيتم دفع فيها الضرائب لإن فيه 48 ساعة هي اللي فضلة إن انتوا تقدروا تدفعوا فيها القسط فيه 400 منفذ على مستوى الجمهورية مخصص لجامعة ضريبة وممكن لأي شخص إنه يدفع في المكان المتواجد فيه حتى لو كان غير محل السكن وممكن ينوب عنه شخص آخر لو هو متواجد خارج البلاد الجدير بالذكر إن الضريبة العقارية ليست ضريبة جديدة فالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية لا يفرد ضريبة جديدة فهي ضريبة مفروضة بالفعل بموجب القانون رقم 56 لسنة 1954 ويعني وتعارف عليها المجتمع بكلمة العوايد وقد أعيد تنظيم أحكامها بالقانون الحالي وبكده نكون وصلنا لنهاية فقرتنا وعرفنا التفاصيل الكاملة بخصوص غرامة التأخر عن سداد الضريبة العقارية موسيقى اشتركوا في القناة